تعيد المدارس في بريطانيا فتح أبوابها الأسبوع المقبل وسط جدل بسبب ارتفاع حالة إصابة بفيروس كورونا وتعتبر الحكومة استقبال المدارس تلاميذها وطلابها أولوية وطنية وقال رئيس الوزراء أن على الأباء واجب أخلاقي لإعادة أطفالهم إلى المدارس لكن نقابة المعلمين قلقة على سلامة أعضائها مصطفى زارو والتفاصيل أياد الساعدي والد فرات حسم أمر إرسال ابنه إلى المدرسة الأسبوع المقبل واعتبروا فرصة لعودة تواصل فرات الاجتماعي المطلوب مع قرانه لكسر الروتينية والوحدة التي عانى منها كبقية الأطفال بتعليق الفصول الدراسية في الأشهر الماضية لمنع انتشار فيروس كورونا بسبب اللوكداون الذي صار بالأشهر الأخيرة الأطفال كثير تأثروا وبصراحة حتى سلوكهم تغير بالبيت صارت عودهم بعض العصبية الغريبة اللي ما متعودين عليها فموضوع عودتهم المدارس شيء مهم جدا أظن لقاءهم بأصدقائهم من جديد والمدرسين راح ينطيهم فرصة أنه يتحسنون أكثر هذا بالإضافة طبعا للفائدة العلمية اللي فاتتهم كثير من الدروس والمهمة بمجالهم الدراسي أما فراط فيتوق إلى التفاعل مجددا مع رفاقه أنا متحمس للقاء أصدقائي ومعلمي والقيام بأنشطة عديدة لدى عودتي إلى فصل الدراسة فتح المدارس أولوية وطنية لحكومة جونسون وواجب أخلاقي لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لأن استمرار إغلاق المدارس يحمل مخاطر اجتماعية وصحية واقتصادية أكثر من الإصابة بعدو كورونا وللآباء القلقين فإن العودة الإلزامية الآمنة للتلاميذ مبنية على المشورة الصحية والعلمية وإجراءات السلامة المتبعة في المدارس لقد وضعنا نظاما واضحا للغاية وضوابط يجب على كل مدرسة اتباعها سواء كانت مدرسة ابتدائية أو مدرسة ثانوية من حيث الحفاظ على نظافة جيدة ومسافة تباعد والتزام التلاميذ بممرات وفق اتجاهات محددة داخل هذه المدارس والتدرج في بدء الفصل الدراسي وإنهائه كل هذه الإجراءات تدور حول ضمان بقاء الأطفال والمعلمين في أمان وبشكل مفاجئ تراجعت الحكومة مرة أخرى لاعتماد نصيحة ارتداء التلاميذ الكمامات في المدارس مثل ما أوصت به منظمة الصحة العالمية من أجل سلامتهم والمصلحة العامة حكومة جونسون أمام اختبار فعلي لإعادة فتح المدارس بشكل صحيح هذه المرة بالرغم من التحديات التي تواجوها ومعارضة نقابة المعلمين لاستئناف الدراسة في ظل الظروف غير الآمنة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مصطفى زارو العربية لندن